طيب نروح لنادي الزمالك بحسن مصدر في نادي الزمالك كشف عن وصول البطاقة الدولية لللاعب الغيني جيفيرسون كوستا تمهيدا للتعاقد معه خلال هذه المرحلة مدافع ومدافع جيد ومحمد داود مبالح زي مننا المحلل الرياضي كان حل لللاعب بشكل رائع جدا وجاب لقطات ليه لأول مرة اللاعب خضع لكشفه طبي في احدى المستشفيات بيئة الكاهرة واللاعب بحالة جيدة ووقع خلاص على عقود انتقاله ليه نادي الزمالك لمدة اربع سنوات طيب حلو تدعيم دفاعي تحت السن بلعب افروكي حلو حلو جدا فكرة كويسة كمان من نادي الزمالك لقى في مغالاة في اللاعبين المصريين فقال لك خلاص هروح اجيب واحد افروكي تحت السن بسعر كويس جوزي جوميز الموديل الفني لنادي الزمالك غادر الى بلاده البرتغال الحصول على اجازة اجازة وبعد كده هيرجع يخود مع الفريق بعد ستة ايام مران الفريق بشكل طبيعي استعدادا لسوبر المحل اعايز اقول حاجة على جوزي جوميز واحكي لك الحكاية كلها من طاقة السلام عليكم جوزي جوميز عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم يعني بعد ما الموسم اللي جاء يعني اخر الموسم اللي هيبدأ ان شاء الله والزمالك لم يفاتح جوزي جوميز حتى يزيل اللحظة في تجديد التعاقد هل ادارة الزمالك عندها الرغبة ان جوزي جوميز يكمل معنات الزمالك نعم نعم دي زادت جدا بعد السوبر الافريقيا وكايتممكن تقل جدا لو خسر السوبر الافريقيا فاهمني؟ فهي زادت فالزمالك كان معجل لحد ما بعد السوبر الافريقيا ونشوف جوزي جوميز خلال الفترة الماضية كان بيتلقى عروض عروض سعودية وعنده عرض في ايران عنده عروض عنده عروض ما بين رسمية وبين اتصالات جوزي جوميز مرتاح في الزمالك عنده بعض شوية حاجات كده بس هو مرتاح في الزمالك يحب انه يكمل في نادي الزمالك جوزي جوميز قبل المباراة الاهلي كان زعلان من حاجة واحدة بس وده اسمعها لأول مرة جوزي جوميز كان زعلان انه في ناس منتمية لنادي الزمالك كانت بتبقى موجودة في المران وكان بيتدايق من فكرة انه كل حاجة بتحصل للمران بيعرفها الاعلام كان بيتدايق جد لدرجة انه في اخر تدريبتين لنادي الزمالك كان بيحاول يتوه اللي كانوا موجودين في المران يعني يابقى يعمل شوية افكار كده ما تبقىش واضحة للي قاعدين طيب هاي اللي قاعدين دول مثلا مش عايزين مصلحة الزمالك لو ما عايزين مصلحة الزمالك بس يبقى اللي هو هبعت الخبر لفلان هقول لفلان فيبقى الدنيا لذيذة كده يعني بس الجوزيجو ميز كان مدائي جدا من القصة دي جدا ان كل حاجة بتحصل في المران يتم تسريبها الى الاعلام فدي نقطة بس كان مدائية ومزنش دي نقطة تخليه يمشي مثلا او يعني يبقى يطلب الرحيل يعني دي حكاية جوزيجو ميز أحاول الأمريكي تنعيش